منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية كتاب من تأليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية طبعت 1441 من الهجرة 2019 من الميلاد هذا الكتاب يتناول أهم وسائل وأساليب الدعوة في السنة النبوية المشرفة ويبرز بعض الجوانب الإنسانية في حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ويبين أن الدعوة بالقدوة والحال أبيا وأجل وأوضح وأكثر تأثيرا من الدعوة بالمقال فحال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف في رجل ويؤكد أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه بذل وسعه في سبيل البلاغ المبين مستخدما سائر مهارات وأساليب ووسائل التواصل الدعوي والإنساني في أرقى صورها ويبرز ضرورة الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك وأن نتسلح بكل مهارات التواصل الحديثة والعصرية في سبيل أداء مهام من الإصلاحية والدعوية المستنيرة وأن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ميسرين لا معسرين ولا منفرين يتكون هذا الكتاب من مقدمة وسبعة فصول الفصل الأول السنة النبوية ومكانتها في التشريع الفصل الثاني رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث النبي القدوى صلى الله عليه وسلم الفصل الرابع النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربية الفصل الخامس بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم الفصل السادس مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة الفصل السابع أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيقول الحق سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم فإنما عليك البلاغ المبين ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية ويقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ويقول صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم ويقول الحق سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ويقول سبحانه وإذ قالت أمة منهم لم تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حيث أنجى الله عز وجل الفئة التي تنهى عن السوء فحسب وأخذ من سواهم من الظالمين بعذاب بئيس سواء في ذلك من اعتدوا في السبت أم من كانوا سلبيين في مواقفهم فكلت الطائفتين ظالم لنفسه مبين وفي الحديث النبوي الشريف أن الله عز وجل أمر ملائكته بإهلاك قرية من القرى فقالوا إن فيها فلانا الصالح فقال رب العزة عز وجل ابدأوا به إنه رأى المنكر ولم يتغير وجهه من أجله مع تأكيدنا أن مهارات التواصل الدعوي تتطلب الإلمام الكافية بالتعامل مع سائر وسائل التواصل العصرية والتكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمهارات فائقة تواكب العصر ومستجداته ومتطلباته ومن ثم فإن على كل عالم أو وعظ مخلص أن يبدل أقصى طاقته في سبيل تحقيق هذا البلاغ مع الأخذ بكل الأسباب ووسائل ومهارات وأدوات التواصل التي تعينه على إبلاغ دعوته بلاغا مبينة وأن يكون قدوة بأعماله قبل أقواله حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد قالوا حال رجل في ألف رجل خير من كلام ألف في رجل ومن ثم كانت الدعوة بالقدوة من أهم أساليب الدعوة إلى الله عز وجل كما ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة حيث يقول سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ويقول سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ولا يمكن أن تكون الدعوة حكيمة حسنة ما لم تكن الطريقة والوسيلة كذلك فالجار والمجرور في قوله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة متعلق بقوله أدعو فعلينا أن نكون دعاة لا قضاة ولا جلادين وأن نكون مبشرين ميسرين لا مشددين ولا معسرين حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم فإن كان إثما أو قطيعة رحم كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه وقد وصفه ربه عز وجل بأنه رؤوف رحيم فقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فما أجمل أن نقتدي بهديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نكون ميسرين على الناس لا معسرين ولا مضيعين وأن نكون قدوة حسنة بأخلاقنا وقيمنا وأفعالنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القدوة الحسنة لأزواجه وأبنائه وأحفاده وأصحابه وأمته والناس أجمعين حيث يقول الحق سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأن نبدل وسعنا في بيان أسر الإسلام ورحمته وسماحته وسائر جوانبه الحضارية والإنسانية بما يحقق الهدف الأسمى لرسالة الإسلام التي جاء بها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم لتكون رحمة للعالمين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول والسداد والتوفيق في القول والعمل والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ترجمة نانسي قنقر